بسم الله الرحمن الرحيم ومواضع حمزة القاطع في الأفعال وكنت قد اتفقت معكم على أن الأسماء سنقسمها إلى قسمين الأسماء غير المصادر والأسماء المصادر نريد أن نتذكر معاً قد شرحنا كل هذا ولكن نريد أن نتذكر القواعد التي درسناها في لوحة إجمالية لأن وجود جميع المواضع أمامك يسر عملية الحفظ تذكرون أن قلنا مواضع همزة القطع في الحروف قلنا جميع الحروف همزتها همزة قطع ما عدا أل إذن أل همزة وصل وما عداه فإن الهمزة تكون همزة قطع بالنسبة إلى الأسماء غير المصادر كنا قد قلنا جميع الأسماء غير المصادر همزتها همزة قطع واستثنينا من ذلك الأسماء التي ذكرناها في همزة الوصل اسم وبن وبنه واثنان واثنتان ومرء ومرأة لذلك جميع الأسماء ما عدا طبعاً مع مثنيات ما يثنى منها ما عدا ما ذكر في همزة الوصل بالنسبة إلى ما تبقى وهو الحديث عن همزة القطع في المصادر وفي الأفعال فقد اتفقنا على أن همزة القطع تكون في الفعل الثلاثي الفعل الثلاثي مثل أخذ إذن الفعل الثلاثي الماضي الثلاثي الماضي وفي مصدره لذلك نقول مصدر الثلاثي أخذ أخذاً أخذ أخذاً هذا الموضع الأول إذن في الأفعال الفعل الماضي الثلاثي مثل أخذ ومصدره أخذ أخذا وبعدين عندنا الفعل الرباعي الماضي والأمر إذن الفعل الرباعي الماضي والأمر فالماضي مثل أحسن والأمر مثل أحسن أحسن والمصدر أيضا مصدر الرباعي لذلك تقول أحسن إحسانا كانت هذه قاعدة مواضع همزة القطر أنبه تنبيه وهو أن التي همزتها همزة واصل قد تدخل على ما همزته همزة قطر فتقول الإحسان مثلا الإحسان فهذه الهمزة همزة واصل وهذه الهمزة همزة قطر والكلمة أساسا مكونة من كلمتين الإحسان الحرف والهمزة في أول هي همزة واصل والإحسان مصدر والهمزة مصدر في الرباعي والهمزة في أول هي همزة قطر وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن مواضع همزة الواصل ومواضع همزة القطع وهي الهمزة المتصدرة الهمزة التي في أول الكلمة إما أن تكون همزة واصل وقد عرفنا مواضعها أو تكون همزة قطر وقد عرفنا الآن مواضعها وبقي لنا قبل أن نغلق الحديث في مواضع همزة القطع والواصل بعض التنبيهات اليسيرة التي سأذكرها في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى